السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عندنا جهاز سامسونج اي عشرين اس. مسكر احساب الجيميل زي ما انتم شايفين. نفتحه بادات سام اف دابليو تولز. اخر تحديث نزل من حوالي اربع وعشرين ساعة. يريد اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصل لكل جديد. راح اترك لك بالوصف رابط. هذا الرابط بتحمل منه الاداة. تنزل للاسفل. تلاقي الرابط المنطقة هاي. هذا هو الرابط. تضغط عليه. تنزل الملف. راح يكون الملف بالشكل هاد مضغوط. بتفك ضغط الملف. وبتفتح البرنامج. وبتنصب البرنامج تنصيب كامل. بفتح معك بالشكل هاد. مجرد ما شبكت البرنامج. اذا بك تستخدم الخدمات المجانية. ما في داعي تعمل تسجيل دخول. ولكن يجب استخدم الخدمات المدفوعة. لازم تعمل تسجيل دخول. طريقة تسجيل الدخول من هذا الزر. من هون. نضغط عليه. وبنعمل لوجين مثلا اون وبسايت. بفتح معنا بالشكل هاد. بتعمل تسجيل دخول عن طريق حساب جوجل او بتعمل ريجستر حساب جديد. انا راح اسجل دخول بحساب التجريبي. زي ما شفتوا لوجين ساكسس. تمت العملية بنجاح. هلا لو رجعنا بتحنا الاداة. زي ما شفتوا. شبكة واعطاني الكريديت الموجود في الاداة. الان هذا الجهاز مسكر. وانتو عارفين حماية الاي عشرين اس صعبة. اه صعبة بالفتح. راح نرجع. باك باك باك. وراح نروح مباشرة على اول خدمة. هون المدفوعة. راح اشرح الاداة بعد ما نفتح التليفون مباشرة. نضغط على الزر هذا مباشرة. بيد فيرسون. لانه الخدمات المجانية هون ما بتفتحه لانه اصداره عاري التليفون. وبنعمل بنضغط عليها. زي ما شايفين. بعمل ريدنج. بقرأ الجهاز. بلش يقرأ معلومات الجهاز. هنا بيحكي لك. انه راح يستهلك خمسة وعشرين كريدت. لفتح آآ لفتح الجهاز. بحكي له ياس. زي ما شايفين هون. اف ار بي ستيت. ما زال متوقف. الان. زي ما شايفين طف التليفون. اعطاني هون مباشرة. اف ار بي ريموف. سكسسفولي. يعني خلال عشرين ثاني. اقل من عشرين ثانية. كاري التليفون من يعطي انه تم العملية. انه فتح تليفون. خلينا ننتظر لغاية ما يفتح التليفون. اداء رائعة. طبعا فيها كتير هاي كل الخدمات مجانية. هاي لكل الاجهزة. الحمايات الاقدم. هي في اجهزة اه حماياتها عالي اتنين وثلاثين. اي عشرين اس. اي اتنين وسبعين. كثير هاي الحمايات العالية. الاداء بتفتحها بعشرين ثانية بس انك تشحم فيها كريدت. وهلا بشرح لكم كيف تشرح اه كيف انك تشحم فيها كريدت. عشان تقدر تستخدمها لهاي العملية. هلا زي ما شفته نزل الخيار والتحت. فتح. معناته انه فتح التليفون. نعمل. تالي. والتالي. والتالي. ودامة خطة الواي فاي كمان. تكون الامور تمام. زي ما انتو شايفين. راح اشرح لكم الاداء بالكامل وطريقة كمان شر اه شحن اه رصيد كريدت فيها. بشكل كامل. زي ما شفته اعطاني انه ادخل حساب جديد. ما بدي ادخل حساب الان. بعمل شكب. طبع الاداء يعني شغالة على الاجهزة مجانية بشكل كبير. يعني كثير اجهزة. ولكن فيها ميزة خدمات للاجهزة الصعبة مدفوعة. ولكن هاي حماياتها لغاية الان مش مدعومة ولا باي اداء. فالعملية بتستغل قش عشرين ثانية بتكون الجهاز فتح بشكل كامل. يعني بتشيل حساب الجيميل. في عندكم هوا هذا الزر. تقدر تستخدمه. ما اللي عنده خدمات اه اتصال الطوارئ موجود عنده نجمة مربع صفر نجمة مربع. وقدر استخدم هاي الخدمتين. هون بديو عمل ريست. هون للاجهزة اللي عليها حماية. نعمل التالي. شكب. هون شكب. زي ما شفتو. فتح التليفون. بشكل كامل. نفتح. ارجيكم اصدار التليفون. نفتح على اصدار التليفون. علي اندرويد احداش. تلاتة فاصلة واحد. طبعا يا جماعة. خدمات السامسونج. زي ما انتم شايفين. يعني الخدمة عشرين ثانية. طبعا كمان الخدمات المجانية هاي شغالة على يعني كثير اجهزة حوالي سبعين بالمية من الاجهزة شغالة على هاي الخدمات. عندك هون خدمة الفاكتوري ريست. عندك هون خدمات الاي تي اه الاي بي. كدرت يعني اه تشيل حساب السامسونج. فيها الخيارات تشينسي اس اس. هون خيارات للروت. تشينسي اس اس. هون الاجهزة تلميديا تك سامسونج. بتقدر تعمل اف ار بي. بتقدر تعمل انلوك بوت لودر. هون وضع داونلود مود. للاجهزة القديمة. خمسة اندرويد خمسة وستة. بتقدر تعمل له من هون. فتح. هون تحاطه بوضع داونلود مود. هون الاودن فلاش هون تقدر تعمل فلاش لجهازك. راح اشرح طريقة عمل الفلاش برضو في فيديو. طريقة عمل الفلاش للجهاز بشكل كامل. وبنقدر من هون زي ما شفته هون اعطاني رابط. لما تعمل ريد على اي خيار من الخيارات بعمل هون. بيعطيك الفلاشة تاعت الجهاز. ولو ضغطت انت عليها. افتح لك هون في الشاشة. افتح لك الفلاشة تاعت جهازك. يعني الاصدارات تبعاتها. انا هاي الفلاشة تاعت الجهاز اللي انا بستخدمه حماية اس فايف. هاي الحماية صعبة. صعبة جدا. يعني بتقدر تنزلها من هون بس تضغط وتنزل الفلاشة. وتعملها من اودن من هذا الخيار. برضو بتدعم الاكزانيوم. بالادي بي. بالفاست بود. بالسي لاودد. برضو الميدياتيك. برضو الاي ديال. تقدر تختار الجهاز. تدعم هدول الاجهزة. اختار الجهاز وبتعطيه اف ار بي. عندك اجهزة الالجي. برضو بالداونلود مود. والاي ديال. زي ما شايفين. الاجهزة. برضو عندك هنا بالاندرويد بشكل عام. هاي خيار اف ار بي. هذا الخيار بنستخدمه عشان نفتح وتصفح. على الجهاز للاجهزة اللي بتكون مستعصية انها تفتح. بتعملها اه بتفتح المتصفة عليها وبتعمل شارح فيها اكثر من فيديو. هون لتنزيل التطبيقات. هون للروت. هاي عندك هون لكوالاكم. فيها كثير ميزات الاداة. فيها كثير خيارات. لازم تكون موجودة على كل الاجهزة. الخيار المدفوع الوحيد. فقط للاجهزة الحديثة هنا. هذا الخيار. وزي ما شفتوه. في عشرين ثانية فتحنا جهاز. مستعصي. وكل الناس اللي جربت تفتح الاي عشرين اس بتعرف شو اللي انا بحكيه. اه ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كان هذا الفيديو لليوم. لا تنسانا من لايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.